الأدلة واضحة على تحريم اتخاذ الوسيلة من دون لماسة وعراض الناس وعنادهم عن الحق يعني بعض أحيانا علماء السوء بعض الناس أحيانا خطأ في الفهم عند البعض أن المشكلة الناس لا يفرقون بين الوسيلة والدعاء الدعاء غير الله أو تستغاث بغير الله فيما لا يغدر على الله هذا الشرك أما التوسل فهذا يختلف التوسل معصية وبعض أهلهم قال أنه شرك أصغر لكن لم يقل أحد أهل العلمية التوسل شرك أكبر وإنما التوسل هو شرك أصغر طبعا شرك أصغر عندما يكون فيما غير مشروع لأن التوسل المشروع ثلاثة أنواع كما ذكر أهل العلمي التوسل بأسماء الله وصفاته هذا مشروع التوسل بالدعاء الصالحين من الأحياء وهذا مشروع التوسل بالأعمال الصالحة وهذا مشروع كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أما التوسل بالأموات التوسل بالغائبين التوسل بالآخرين من غير الأحياء فهذا لا يصلح أبدا اللهم نتوسل إليك بنبيك كيف تتوسل إليه بنبيه ما يقبل الله هذا ما شرع هذا أن نتوسل الإنسان الله بنبيه وإنما جاء أو العمر رضي الله عنه اللهم نتوسل إليك بنبيك لما كان فينا كان حيا فلما توفي نتوسل إليك بعام العباس فترك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته لأنه كان يقوم يصلي بهم صلى الله عليه وسلم ويدعو الله ثم توسل بالعباس أنه حي فترك التوسل بمن توفي وتوسل بمن هو حي ترجمة نانسي قنقر